من فيض تراتي للأنفاس بالشوق ويجمعها الإحساس وحديث الجمعة يتجلى ادعو للخير قلوب النار الحمد لله وحده وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده مرحبا بكم من أعظم طرق تحصيل السعادة والسرور وراحة البال في الحياة أن لا تريد بأعمالك إلا الله وأن لا تشرك معه أحدا غيره ومن يوم أن نراقب عيون الناس ومن يوم أن نرضي الناس ومن يوم نسمع الناس ندخل في سراديب الشرك الخفي أخوف ما خافه عليه الصلاة والسلام على أمته ما أجمل أن تكون واحدا في عبادتك لله لا تشرك مع الله أحدا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ما أجمل كما أنه وحده خلقك سبحانه ولم يشترك معه أحد أن تكون واحدا للأحد سبحانه عذاب طويل وهم طويل يوم أن تلتفت بقلبك أو بعين رأسك تريد رضى الخلق والله ما يرضون ومن أحقر مواقف الحياة أن تعمل عمل لا يجازيك عليه إلا الله وتريد من عبد من عباده أن يرضى هو الجزاء منه هو سبحانه أنت لو أركبت إنسانا في الطريق والجو حار وكان معك زميل لك في الخلف فلما أوصلت هذا الذي كان منقطع التفت إلى الذي في الخلف وشكره وتركك أنت ماذا تقول أيها الأعمى احسين أنا وتثني على غيري لله المثل الأعلى لو أن ابنك يشكر جارك ولا يشكرك وأنت الذي ربيته تقول أيها الأعمى أنا الذي أحسن وأربي ثم يشكر غيري لله المثل الأعلى أعلمتم خطورة هذا الشرك الخفي إن بعضنا يوم القيامة سيقال له على رؤوس الأشهاد قد قيل تبغى المدح تريد الثناء قالوا خذوا عبدي إلى النار أعوذ بالله أول من تسعر بهم النار فجدد النية مع كل عمل ولا تلتفت لثنائهم فوالله إنهم لا يعطون قلبك نبضة والله قد أمره أن يتوقف لن يعطوك سعادة لن يعطوك ولدا ولا بركة ولذلك كن واحدا لواحد فإن الله غني ومن غناه أنه لا يقبل أن يشرك معه غيره أنا أغنى الشركاء عن الشرك حديث قدسي من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه ما أجمل أن تجدد الإخلاص في كل مرحلة من حياتك وأن تستعيد بالله من ذاك الشرك الذي قد يدب إلى عملك أعوذ بك يا ربي أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم بذلك يتجدد الإيمان والله إن المخلص لعمله بركة أرأيتم العطر الذي قد عتق إذا فتح فاحت ريحته المخلص الذي يكتم عمله لربما أخرج الله له رائحة جميلة من عاجر بشراه وذاك المنافق أو المشرك دائما يريد رضى الناس والناس لا يرضون فأطع رب الناس ملك الناس سبحانه وتعالى يطوع لك ما حولك أعوذ بالله من الشرك ونعوذ به أن نشرك به شيئا ونحن نعلمه ونستغفره لما لا نعلمه أستودعكم الله اشتركوا في القناة